وهي رسالة إلى إخواني المسلمين في فلسطين وإلى جميع المسلمين في العالم كله فأقول ابتداءً إخواني المسلمين هناك قلوبنا معكم ودعاؤنا لكم وأموالنا تحت أقدامكم ودموعكم علينا غالية ودماؤكم أغلى أقول لهم جميعاً إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم أقول لهم جميعاً لا تخافوهم وخافوا الله تبارك وتعالى كما قال الله تبارك وتعالى فلا تخافوهم وخافون وهم أجبنوا خلق الله تبارك وتعالى وجه هذه الأرض كما قال الله تبارك وتعالى لا يقاتلوا لكم جميعاً إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون وعلى جميع المسلمين في أرجاء الأرض كلها أن يناصروا إخوانهم المسلمين هناك بما يستطيعون وهذا واجب على جميع المسلمين أن ينصروا إخوانهم المسلمين المجاهدين في فلسطين بسل الله تبارك وتعالى أن ينصرهم ولا يجوز لأحد المسلمين أن يقول إن بيننا وبينهم عهدا فإنهم نقضوا عهودهم كلها وهم لا يثبتون على عهد كما قال الله تبارك وتعالى لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وعهدت قريش للنبي صلى الله عليه وسلم ونقضت عهدها بقتلها كفار لقتلها كفار دخلوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهم خزاعة فعرف النبي أنهم نقضوا عهدهم فقاتلهم صلوات ربي وسلامه عليه وقد نقضت يهود عهودها كلها مع المسلمين في هذا الذي يجري اليوم في فلسطين ولذلك وجب على جميع المسلمين أن ينصروا إخوانهم المسلمين كما قال الله تبارك وتعالى وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق وقلنا إنهم قد نقضوا هذا الميثاق فوجب على جميع المسلمين مناصرة إخوانهم المسلمين هناك وقد تنادى صهاينش الشرق والغرب لمناصرة اليهود المغتصبين الصهاينة تنادوا كما قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين ونقول لأولئك الكفار إن الله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون وسينصر الله تبارك وتعالى المسلمين إن عاجلا أو آجلا على هؤلاء الكفرة الفجرة من اليهود والصهاينة من أديان شتى فعلينا أن ننصر إخوانا المسلمين وأن ندعو لهم وأن ننصرهم بأموالنا ودعائنا وعلى الدول الإسلامية أن تجتهد قدر ما تستطيع في منع ما يحدث من قتل الأبرياء هناك ونقول لأولئك الصهاينة ومن ناصرهم والذين يغترون بقوتهم من أسلحة وغيرها إن الله غالب على أمره ونقول لهم عليكم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين وندعو عليهم فنقول اللهم أحصهم عددا وقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا ونقول للمسلمين ونقول للمسلمين اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميهم ووحد صفهم وأعلي كلمتهم ونختم بقولنا عندما يقولون قتلنا منكم وقتلتم مننا نقول لا سواء قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار فسأل الله تبارك وتعالى أن يرحم المسلمين هناك وأن يحقن دماءهم وأن يديم لعنته على اليهود ومن ناصرهم اللهم آمين ترجمة نانسي قنقر